مش عارف ما لي عد ساعة بروف له. وكده استارت الريكورد. ما شفتهش. استارت الريكورد طيب مش. فالمهم يعني هو الراجل هنا حط ايه? لأ عنده الماكسيموم ديلي بالشكل ده. هو وزع تقسيمة اليوم بتاعته. لحد ما انه في جزء من اليوم هو عنده الماكسيموم ديلي متحقق. اه في الفاير هو حطه هنا في الوقت اللي هو في الساعة اتنين وعشرين. ففي الساعة اتنين وعشرين دي هو اريدي كان شغال هنا على الماكسيموم ديلي. فبالتالي اللي اعتقد او سيك شوية. فزود عليها الفاير ماشي. فبرضي يعني منطق انه انا زود الماكسيموم ديلي مع الفاير. طيب. لو جربنا نرن في الاول. ممكن اقل حاجة نبص عليها. اه التانك بتاعه. لو جينا نبص على التانك خلينا نزود. ده الشبب بتاعه. اه لحد ما الخزان مفضيش في الاخر كان بها تقريبا حوالي اربعة في المية او حاجة. فالفوليوم اللي هو حسبه مكفيه ماشي اوكي اليوم الواحد. ده كفوليوم وايز. ان الجزء بتاع المية معدي ده. لو جينا نبص على المصورة اللي خارجه من البوم. هي دي الاساس بتاعنا. تعالوا نبص على شكل الفلو. ابسليوت يعني ان هو قيمة اه ما بيتروحش يمين او شمال. في الكيس بتاعته هنا كان عنده ان الماكسيموم آورلي كانت هي اللي اكبر من الماكسيموم ديلي. نفس التاريخ بتاع او نفس بتاع اللي هو كان عامله. الماكسيموم ديلي هنا اللي هو كان تقريبا اروند الساعة ستاشر. فهي او عند الساعة ستاشر. فهي خلاص بالنسبة له الكيس هي او الكيس هي بالنسبة له الايه. طيب. انا كده لما حركت التايم. عليها خلاص صور دي بقى فهم ان هو في الساعة كام? ساعة ستاشر او سبعتاشر. فخلينا نختار ده. اه رجل كالترخيله وعمل لنا الوان. بس انا مش عارف الالوان دي بتاعتي. فلو جيت اشوف اه انا عملها بالوسطي. فممكن اقول حط اللي بتاعها هنا. اكبرها اللي شوية. طيب. او هيقل ايه يا اما هي اقل من اتنين. اما هي اكتر اه من اتنين. ورزعة زي ما هي. اه الحاجة الامانة اللي كانت عجبانة جدا يعني وحقيقة والله. تقريبا هو الوحيد او ما عرفش بقية الموضل الثانية كانت موجود فيها ولا ده. ده ولا لأ. الديامترز حطت الديامترز الحقيقية. الانر الحقيقية مش الديامتر الكميرشيال نيم بتاعه. لان زي ما اتفعنا الكميرشيال نيم اللي هو المائة وعشرة هو مش مائة وعشرة. هو تلاتة وتسعين وستة. اه فلا حد ما ايه وحطت الاقطار صحة. طيب. اه فهو مثلا. نعم. عاملين كده ايوة. طيب مش انا ما شفتش والله. ما اتزقيش موضل زي اللي جاتلي ما كانتش كده. اه هي بس ممكن بيعيب شوية ايه ان فيه حتة ديد اند. فالحد ما دي رخمة شوية. انا عارف ان المكان هنا اه خلاص هو قريدي ما عندكش مستر بلانة وما عندكش حاجة تحطها. الحتة دي اللي اتفعنا ان احنا فاضية. فممكن تقول ان من ضمن اوبشن الحل انا عاوز المكان ده احط فيه المسورة. لو ده يحللي مشكلة كبيرة. ايه هي المشكلة الكبيرة دي مسلا? ان البمب هنا انا عشان اسيف بيها ممكن اكون ان انا حطيتها كبيرة شوية. يعني هو هنا مستعمل في لو جبار من الصغير. مية واحد وستين لتر في الثانية. مش عارف ليه اه شي ايه عامل الكلام ده. يعني ايه اللي خلاك تروح للمية وستين? كتير اه. كتير اه. في لو اللي اللي طلع من البمب وقت ما كانت على اتنين ونصف? مش شرط ان ما انا مش عاملها على الاتنين ونصف اعملها على المكسلون ديلي. الباقي ده هيبقى شورتج. كتير اهو شوية بس. طيب مهم يعني. اه. مش اه دي الازمة. فيعني نرجع للنقطة اللي انا كنت بقولها. ان هو ممكن تقدم لهم حل جدا. انا لو وصلت المسورة دي. بدل ما انا هستعمل بمب. وليكن الهد بتاعها. الحاجة وستين اللي انت عاملها دي الخمسة وستين. لأ هقلل الهد ده شوية وخليه اربعين مثلا او ايا كان الرقم اللي هيطلع معاك. فده سيناريو. ده option من options الحل. واعرضه على حسب ايه. المساحة اللي انهال فعلا يوفرها لي. يبقى فيه كوريدور كده وحواليه خرصانة وبتاعي. انا محدش قرب من المسورة دي. المسورة دي مهمة جدا. فمشي. ما كانش خلاص. طيب. ده جزء اه انا شايفة حاطة fire hydrant. بس مش عارف هم مكانهم فين. هو واحد بس. اه هل اعتبر ان هو ده الورست كيس سيناريو. مش عارف. اعتقد لا يعني ماشي. يكون ان انت بتقرب من البحر فانت عندك الليبل صغير. اه بس دي عشان فانت ماشي عندك مكان من هنا ومكان من هنا. فقط تكون فعلا هي اسوأ نقطة يعني. انا مش عارف انت جربت الباية ولا لأ. او عمت يعني انا بقول لكم كلكم الكلام ده. هو انا اعتبرت ان اول يعني قبل ما اخطت. شفت فين اسوأ اه جونكشن. وخطيت عندها. طيب انا بس كنت حابي بشوف توزيعة الفاير هايدراند عشان الحتة اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ان انت بتوفر مساحة اه قطرها او الريديس بتاعها مية وخمسين. فانا سوف في الموضوع العالي عشان لما تيجي تطلعها على الاتوكادة او البيلان خلاص مش اتوقع تعمل الخطوة دي ثاني. انت وريد ايه عملتها يعني. فمحتاجين يا شباب ان انت تحطوا الهايدراند. والهايدراند دي واحد واحد انت هتحط له الان في لوف. مش هتحط لهم كلهم طبعا الفلو يعني. انت هتوقع تجرب ايه على واحد واحد. والله يا خطر السواء ده انه لو انا اشتغل هل ده اسوأ او لا لا وهكذا. طيب. فهو بالنسبة للجزء ده. احنا فين. احنا في الوقت ده. طيب. المواصيل في الوقت ده السرعات فيها عدة اتنين. طيب. بنختار الفلو بتاع الهايدراند ده بناءا عن ايه? بناءا على العدد بتاعك. فتلاقي الكود بتاعك بيقولك ان انت تقريبا لو عدد سكان مش فاكر الرقم بالزبط. نكلم في خمسين الفة وحاجة فانت معك عشرين لتر في الثانية لمدة تساعتين. لو العدد زاد شوية فبقى خمسة وعشرين لتر في الثانية لمدة تساعتين. العدد زاد تاني بقى تلاتين لتر في الثانية لمدة تساعتين. فهو على حسب عدد اللي انت مطلعه. الرجل الطيب اللي معنا دا هنا وعنده عدد اللي هو عاملها. تلاتتاشر الف وشوية. فلو جينا كده نشايت معاه. اه. فاكرنا هدي تهلكل واحد. فاكرنا هدي تهلكل واحد. فينا حد. اهو. لو راحنا كده في الكود الجزء الخاص بالفير كنا بنتكلم لغاية عشر تلاف معك عشرين لتر في الثانية لمدة تساعتين لو وصلوا للخمسة وعشرين الف او من العشر تلاف للخمسة وعشرين الف معك عشرين لتر لمدة تساعتين فهو عنده هنا كان عدد السكان تلاتتاشر الف وشوية فرجل قال خلاص ان انا ايه هحط الديماند بتاعي هو عبارة عن لو انا حولتها تاني هنا تطلع ال ايه الخمسة وعشرين بتاعته ومديها ال ايه ال اوبشن بتاع ان هي متترن في كل الوقات هترن بس في ايه في وقت معين يعني عشان كده هتلاقي المصورة دي في الوقت الحالي هي مفهاش مية اول ما تبدأ تروح بالتايمز على انا فاك انا او كان مرنها عند اتنين وعشرين تقريبا انا تبدأ باتشوف ال ايه الفلوب بتاع المصورة رايح لها طيب ايه ال جنكشن بس بالنسبة لي كبيرة فانا معلش اصغر ده شوية عشان نعرف نبص عليها اتنين ايه عم كل تلاتة مش طيب انا رجع لأول مشكلة عنده كان ابيقلها ان ايه عنده فين بالنسبة مسلا لانه سرعات المصير في اكبر جزء كانت سرعات هنا عدت اتنين طب عدت اتنين بقى ايه تعالى كده ممكن ناجح على المصورة بقول له اعمل لي انوتيشن لها انا عايز بيه الفلوستي بس الفلوستي اه الماكسومم الفلوستي الماكسومم بقول ان دي اللي بتساوي زي بتساوي وخليها افسة واي ناجح تلاتة مصر اه ماشي جميلة جدا لو تبص على السرعة كده اللي هي الماكسومم اللي عنده كانت هنا المواصلة اللي خارجة سواء من التانك او من البايق ما عنديش مشاكل ان السرعات تزيد عليها تلاتة ليه تزيد كده لان في القلب هادي اللي بتاخد كل البروشور فما فيش مشكلة فيها يعني طيب المصورة دي السرعة شايفين كم 2.08 فبالتالي خلاص يعني هي الديفند بتاعك ايه انا عندي السرعة من واحد لاتنين طب بقت 2.1 عمرها قال لعشر ساعات بس فاستلمش مش حاجة ان انا غير عشانها اه الديامتر يعني هو ان الديامتر ده اعتقد اللي هو بيكافئ اه مش عارف تلتمية ولا الديامتر ده كام اه فخلاص ان انا كبره اكتر من كده ايه اه مش نافع يعني طيب اه دي حاجة اه خلاص مشكلة الفلوسط هنا مش مش بالنسبة لي ازمة مش عاملة اشو كبير يعني تعالى نبص على الجزء بقى بتاع الديامندات لانا فتحت الجنكشن اه اه اللي هو موجود في الوقت الحالي زواد او ده مش عارف دبل ماتر ودبل بار يعني ده في التايم اللي احنا فيه طيب فهو في التايم اللي احنا فيه هو طبعا ايه الراجل ما عليها على الاخر فبالتالي الاقل جنكشن عنده اللي هي دي دي اقل جنكشن في النقطة دي في الكيزي بسي طبعا ايه عشان هم ملونه محمر فمش بينين ايه دي طيب فهي اللي انا بقوله هنا اقل ريشار جي للجنكشن كانت ايه النقطة دي اللي عنده طيب ريشار ده كان كام من الحسابات اللي احنا شايفينها تلاتة او شوية بقى احنا كنا بنقول في الحالة الماكسيموم اورلي عادي جدا ان البرشار ما يبقاش هو البيك بتاعك او البيل نورمال مين البيل نورمال دي لو فاكرين في الكود كده من الحاجات اللي انا كنت طلبتها منكم انك تطلع على الديزاين كريتيريا فهتلاقي فيه في الديزاين كريتيريا انهو بيكلمك على الاسس بتاعت التصميم انهو مايقلش الضغط بتاع المية في المناطق السكنية عنها من عشرين لتلاتين متر فانت معاك المينموم بتاعك كام اتنين بار تمام طيب فهو الراجل هنا المينموم بتاعه ثلاثة بار فبالتالي هو مزود البامب شوية انا ما شفتك في الكيس بتاعت الفاير هايدرون طلعتني بروشار أهل طيب ماشي احنا دلوقتي ببسيت على مين انا بسيت على الحالة البيك اللي عندك اللي هي بتاعت الماكسيموم أولي تمام ففي الماكسيموم أولي انا خدت نوتة كده والله لا ده البرشار هيد ممكن يقل لي شوية طب البرشار هيد ممكن يقل لي ازاي البامب اللي انا مستعملها كبيرة مستصغيرة كبيرة كأنرجي يعني كا مش 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 في لو كهيد الهيد ده ستبار لحد ما كبيرة شوية او يعني معقولة فلا وفي الاخر بس يعني كبيرة على المكان خلاص والله الستة دي انا ممكن ننزلها ممكن ننزلها خمسين عاربعين عادي جدا طيب فدي اول حاجة هنا طيب بقية البرشار زي عندي الدنيا فيها ما فيهاش مشكلة الفلوسطي الدنيا فيها ماشي كويس ما فيهاش حاجة مسماعة بالنجة طيب في الكيس التاني اللي عنده لما كان بدأ يبقى فيه فاير اه لما احنا شفنا دي هتلاقي الجراف بتاعها بتاع الفلوه هو هو نفسه اللي كان شغال قبل كده طيب فانروح في الTIم ده اللي هو تقريبا 22 ولا 23 فلو جينا للبرشار هيد بسورت بالمينيموم كان عنده فعلا دي البرشار هيد بتاعها بال20 او ال21 بس احنا قلنا في الجزء بتاع الفاير هي فيه حاجة اسمها البرشار بقى اسمه بي ستار يعني ايه بي ستار بنقول ان في وقت الحريق طبعا مع الزعر بتاعها وكل الكلام ده ففي الغالب مش هيبقى الاستعمال للمية بشكل كامل وبيبقى عادي جدا ان الناس ممكن تقل عندهم الضغط او يقل عندهم المية مشان نقدر بس نعمل ايه فاير فايتنج دي فهي يعني اتفعنا ان او يعني كنت قلت لكم نابزة كده شوية ان البي ستار دي لو ما فيش حد جبرك عليها بتختارها زي ما هي من الكود مين الحد اللي ممكن يبقى جبرك عليها دي حد زي مثلا وزارة الدفاع المدني او يصول يا ناس هيئة الدفاع المدني ان هو اللي بيشترته عليك ولا لا انا عايز البمب هنا لما تيجي تشتغل ويحصل حريق عندي اول ما احط الحنفية بتاعتي عايزة تطلع لتلاتة بار تطلع لأربعة بار ساعت ايه الدفاع المدني بيشترد دي طب ما عنديش الكريتيري دي خلاص ارجع بقى للكود الكود بيقول لي يقول لي انه ما تقلش عنه 14 متر اشناء تشغيل تولمبات الحريق فبالتالي انت عندك القيمة دي انا ممكن ننزل ببمب شوية ممكن ننزل بيع عشر طيب يا العشرة دي ممكن تفيدني والله انا عندي النقطة دي البروشور بتاعها لو احنا بصينا عليها شايف البروشور هيد هنا كان او كلكو يعني انا مش بجالين هو كشف ستة بار فبالتالي قلتلك المسورة دي لو انت وصلتها تقلل لك كتير جدا حين ان الحتة دي كانت فاضية ما كانش فيها حد يعني ما كانش فيها حد قصدي يعني مش متخططة ما فيهاش حاجة فوالله هحاول اشوف ده لان فيه احيانا ساعات كنا بنتخاني احنا مع الماستر بلان فقو مش حاطة هنا طريق ومش حاطة هنا حاجة بسيقول له انا عايزة عد من هنا انا لو عدت هنا هوفر لك واحد اتنين تلاتة فلما يبدأ يشوف التمييزات دي ممكن هو يعملها مامشا او كان اي حاجة من هذا القبيل فخلص ويقول لي خلاص ايه عام خد ده وبالمرة وعملها شارع تمام فساعات يعني بيحصل ده طالما ان انت مدخلتش في اساس بيوت او حاجة يعني او بعيد عن منطق هو نوع يعمل لها development يعني الفكرة ان وفق ال background كان فيها بيت كان ايه كان فيها بيت انت اسمك ايه يحيا يحيا عمر او شوانس او ال background ايه او بيت او لان اسحل تمنيم يجي يعم يعم معرف شو سواء تعطي سيئي او نصيحة شباعة مثلا وانت بتشتغل في اللوحات يعني حتى برضو امكان ان اللاب بتاعك جديد او حاجة او مؤخرا بقى الجزء بتاع اسموه ده السيف يعني بقى دايما احدث فبيطلع حاجة افضل يعني فبقيت الحاجات بتشتغل بشكل اسرع يعني فمش ساعات بس اي يعني مش هتلاقي كل حاجة كده وساعات بتمامتك تعمل اللوحة بسرعة فاني حاول بس تبقى الخطوة كده عندك انك تخف في اللوحة لنفسك عمتا مش مش لحاجة يعني طيب نرجع يعني يا سيدي على الجزء بتاعنا ده احنا اللي انا فهمه ان ده عندك طريق ازا كانت اللوحة مبينة اوي مش مبينة اوي بانا افتحها من هنا وبين الدي اكس اف تعال سيدي ونه بنتكلم مين بنتكلم انا صح طيب فبالتالي عندي كل الحتة دي هي وريدي مقفولة انا مش فاكر الخط ده كان بيمث ايه ده كان بيمث ايه ده اللجون تقريبا اللي هنا دي طيب مش اللجو هنا دي اللجون طيب فبالتالي ما عندي مش مساحة والله بص فيتو عندي طرقة هنا فممكن عدم الترقة دي شايف ترقة دي اوكي فيما عدا زالك الدنيا لحد ماك ويس السرعات كلها مظبوطة لو انا جيت حتى فتحت البايب هنا وجيت اشوف على في برضو هنا جوه ده اوكي 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 عادي جدا ان السرعة تبقى كبيرة يعني طيب زي ما كنا بنتكلم على السرعة ده كان سؤال انا تسألته قبل كده يعني بس كان خاص بالصرف يعني بما ان السيرة بس جد ان السرعة حتى بتاعت المية هل في الصرف نفسه مش مسموح تزيد عن اتنين انا كانت تفاكر او عادي بس لا كان وقتها لا عادي ممكن ان هي بتزيد عن اتنين في حاجة تانية عند اسمها في الجزء بتاع غسيل المصورة نفسه بتاعت الصرف طبيعي جدا ان السرعة فيها تزيد يعني بالنسبة لسرعات المية الاوبتمام بتاعك من واحد اتنين طيب لو زادت عن اتنين شوية والله الرينج اللي زادته مش كبير فبالتالي ممكن اقبل ده اه ممكن اقبل ده اما هيبقى ايه الحل التاني لو انت عايز تقلل دول شايفين هو مستعمل كتر كام يعني المية تلاتة وخمسين وشوية دي دي مش المية وستين اعتقد دي الميتين تاري مش فاكل والله اعتقد دي الميتين مش المية وستين المية وستين اعتقد دي بتطلع مستة وثلاثين مش فاكل الرقم ده كان بيطلع كام بس يعني اعتقد ان المية وثلاثين دي كتت عندي انا انا كتت ديتها لكو اه فانت عندك المصورة اه المية وثمانين المية وثمانين هي المية وثلاثة وخمسين اه وشوية بالتالي لو هو عايز اكبر المصورة دي ممكن اكبرها لو انا عايز اتفرج هو الشكل اللي هو عمله بتاع الموصير التوصيلة بتاعته اتعمل ازاي فممكن اشوف من هنا color coding بالااا عندي هقول ان هي مرة اقل من ااا المية ده تبقى اللون لاخدر اللي بعد كده اااا مية وعشرة تبقى اللون لازرق مسلا اللي بعد كده مية وعشرين خليها لون مش يكا ولو مسلا تعال نشوف المية وستين دي كانت مية واربعين خليها لون سين مسلا او حاجة ماشي ازر وايس خليها طيب فممكن ندخل كده اللي جند بتاعهم هو عنده الموصير الخضرة دي هو مستعملها مية وعشرة انا ببص برضو على على الشكل العام للمسورة بتاعته وعملها ازاي بس في حاجة هنا بالنسبة لي مش مفهومة ولا كل الاقتر دي اكبر اه اللحمر ده اكبر اصلا صح انت اللحمر ده اكبر اريدي من من ستين اللي هو المية تاتة وخمسين ماشي فاقل حد ما التوصيلة نورمل شوية عندي المسورة دي زرق دي اللي هي مية وعشرة ااا يعني وارد لما قال ده ممكن اقل للبرشور شوية فبالتالي الدنيا عندي تزبط كسرعات فممكن تقلل المسور شوية بس بواجه عامل الموضل الدنيا فيه كويس هان طيب اا لو عايزين نبص على حاجة مثلا ممكن نبص هنا على بشوف فين اوطى الليفلز بتاعتي هي النوطة دي ده طبعا يا كل ما عشان احمر شاف حاجة تطفده فين النوطة دي 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 اوطى منسوب عندي فلو انا بقول عايز اشوف كده هيدروليك جريديانت لاين اا فكنا بنعملها منين ممكن اقول له هنا اعمل لي بروفايل من البمب لحد النقطة دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي الهنا اوطى نقطة يعني تعال كده نشوف الدنيا عامل ازاي اوطى من البروفايل طيب انا عايز اشوف الهيدروليك جريد ده الشكل بتاع الاليفيشن والهيدروليك جريد عندك طيب فهمين منه حاجة تعال نبص كده اللي باللون البرتقوني اللي تحت ده الليفيشن ممكن نشيل ال title لا نعايز ال title شيل الليفيشن ده ده يعني او اسوأ وقت موجود الخط الازل ده شباب ده اللي هو الهيدروليك جريدينت لائم كان بارعا ايه الهيدروليك جريدينت لائم ده ال total energy لائم مناس الفلوسطي استثناء الفلوسطي فهو بارعا ايه البي على الجاما زائد الزد بتاعتك تمام فانت عندك نقطة نقطة دي هي دي اوطة نقطة pressure اللي هي اسمها مين اللي هي اسمها اللي احنا ممكن نزول هنا عليها اللي هي اسمها ال G119 فانا روحت كده ال G119 فهي دي بالنسبة لي النقطة اللي بتمثل مين اقل pressure موجود اصلا في الوضع الحالي في ال time اللي احنا فيه ده بس ما نعبطش في ال time اللي احنا فيه اللي هو في وقت الكيس بتاعت الفاير كانت عندي النقطة دي لو جيت بص عليها بتاعها فينه حتى او سوري بتاعة ترمل زد بتاعها زائد البي على جاما كان عامل بالمنظر ده طيب وبالتالي لو ما انا كنت عايز احط نقطة اخسل بها الشبكة او حاجة هتبقى فينه حتة تبقى فينه مكان المكان ده احنا اتفعنا ان انتو بعد كده هتبقوا تزويدوا الفلفات عندك ما اسمعين ولا ايه اه امام فالنقطة دي اوتا نقطة زائد زبد مع بعضها تمام فهي دي اللي ابدأ احط عندها الايه الوش بالر بتاع معا الحد دي نعم تمام دي مسلا من ضمن الحاجات دي طبعا بايت المحافس اللي هتحطها بعد كده ان شاء الله الكنترولز بقى نفسها سواء الان او الاف لحد ما الموضل ده ما كانش فيه مشاكل كتير اوي هو الراجل كان ايه متغلب عليها بس احنا بس الكمنت اللي عندي شوية انت محتاج بس شوية او اننا حاطت بمبة كبيرة شوية ممكن صغارها الفلو مش شرط اشتغل على الفلو بتاع الوان اور بتاع الماكسموم اول اشتغل على الماكسموم دي بس واشوف ده لو الله عرفت اخد حتة من هنا والممشا ده واننا اعدي بيه بمصورة هيبقى افضل نسبيا يعني طيب تعال نبص على على حاجة تانية ده موضل برضو بتاع الراجل طيب كده بس هلما انا اعمل حاجة هي تكلفة زيادة بس مش فاهم ايه ده بس ماشي يعني مش هنخسر بعض يعني والراجل انا اعملها لوب فانا اروح بالمصورة واجه فطول بس مصور الماية شوية بس ده عمل لمشكلة طيب ايه بقى المشكلة اللي عملها نشوف ايه الجزء اللي عنده ادي نفس الخطوات هبدأ من الاول تعال كده انت اليونت اللي انت حاطتها وحاطت كله فيلا من الدرجة التانية النمبر اوف يونت هي بالنسبة لي رقم كسر كلها رقم واحد فمش عارف او تقريبا خدهم مجموعهم واسمهم على العدد بتاعهم يعني بس السميشن في الاخر بتاعهم لعشر تلاف وان كان في بعض الكسور مش مشكلة طب تعال الدي اليونت سينا بس عشان دي ليتر برد ساكن فلانا خلتها اه فينا حتى ليتر برد بقيت ربعمائة لتر في اليوم ماشي هي الدي بتاعنا يعني طيب تعال نبص على الجزء بتاع التانك هل هو عرفه بشكل مظبوط ماشي الجزء عنده بيفضل ما فيش مشاكل خالص وبدأ ان هو يساعد في ده وفي الاخر التانك عنده موضيش بالنسبة للبومب لو انا جيت اشوف بتاع بتاع الفلو هنا مثلا كان عنده مختلف شوية عن زي من اللي كان لسه فاتحين الموضل بتاعه ان في الوقت ده كان هو انا مش عارف مين الوقت ده خلينا نروح نشوف كده هو كان معرف ايه في البتر كان عنده الماكسيموم ديلي تاريبا اعتقد هو جرق بيرن هنا بيرن لوحدها يعني كماكسيموم ديلي بعد كده رجع غيرها خلاها ماكسيموم دي اي بي اس يعني عشان برضو لو انت بتفتح الموضل وعايز تعرف اخر حاجة تحطت فين فهو على دي اه عنده الماكسيموم اولي كانت في الساعة ستاشر فده معناه ان الجراف اللي كان طلع لنا في الاول هو بتاعته ما كانتش في الماكسيموم اولي كانت الماكسيموم ديلي بلاس الفاير ممكن هو كان الماكسيموم ديلي معرفه بخيمة اعلى شوية يعني من اللي كان يحي عملها فهنا مسلا كان عنده كانت الساعة عشرة فالساعة عشرة دي كانت هنا هو كان شغال ماكسيموم ديلي اللي هي وان بوين سيبن فايف فهي بالتالي البيك عنده كانت الايه الفاير مع الماكسيموم ديلي طيب فنروح كده على التايمز اللي هو اللي يكون ايه عند احتاشر هو ده الجزء اللي في البيك بتاعه آآ راجل اللي انا قد ترخيله عامل كالر كودينج للسرعات في عنده سرعات بارقام كبيرة شوية يعني في عاجات تفوتت وعدة تخلص الاتنين آآ دي السرعات هنا معدية شوية انا مش عارف هو هنا خليها الفايروستي خليها الفايروستي الماكسيموم فعلا نشوف كده بعملة زي في سرعات عنده كسرت شوية لو نيجي نبص على المصورة دي يعني هنا دي الحتة اللي انا كنت قلت لكم عليها بقى في الاخر هو راجل ايه يعني بس هو مجرد ثبت المواصير شوية خلها كلها مية وعشرة طيب فده مثال كويس يعني ان احنا ايه نشتغل عليه خلى كل المواصير ايه بالقطر بتاعها المية وعشرة طيب فده المفروض يعني دي كانت الخطوة اللي انا وصلت معاكم فيها ان احنا حطينا الاقطار كلها مية وعشرة ورنينا وما نعرفش ايه المشكلة طيب بس يعني خلينا نشوف انا مش هاجبني الشكل ده قوي بس ماشي يعني لو انت الكوريدور بتاعك بتاع الطرق استحمل انك تحط المصورتين مصورة يمين وشمال بس هي اول سؤالة تتسيق له انت ليه عامل الشكل ده مين ده يا اخواني اه اجيبك انا كتب اسمك مش موجود معنا والله اه 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 انا كنت نسا اقول لها راجب مش منسو ممكن بمش فاتح بس طيب ماشي مش مشكلة عامل انا كتب جنبه شغل كويس يعني ايش حاجة كنت نشكور ومش اكتب طيب اه بس فكرة يعني ان اول سؤال ممكن يتسيل لو ده الموضل بتاعك ليه ليه مكتر ده يعني ليه لفيت المياه لفة كبيرة كتب مع ان انت لو عدتها هنا يعني انا عند الجنكشن دي في الوضع السيء ده بص البروشور هد بتاعها من نيجاتف كبير جد يعني خلي اليونتس بتاعها بالبار طبعا في مقساة هنا بتحصل فانت عندك مية تلاتة وتلاتين نيجاتف اصل فانا في عنده مشكلة كبيرة لان في الغالب المياه اللي خرجت هنا بتعافر عشان توصل يعني عشان المياه تعد من النقطة دي النقطة دي بتقاسي بشكل كبير طيب المياه اصلا لما جات تمشي من هنا هي البامب ديفينيشن اللي هو عامله كام ماشي خلينا على الاربعين اللي هو عامله ده بس هو هنا في مشكلة شوية انت الماكسيمون فلو بتاعك او الماكسيمون دي لفلو هو قريدي مش تمانين والتمانين دي قيمة هنا فانت انت البيك بتاعك على قليل بنتكلم في المية تعالى بس لو انا غيرت البامب دي شوية وخليتها مية واعتبر ان الرقم اللي انا كنت مختاره الاول مكانش مزبوط لو هنيجي نقارم مثلا احنا بنتكلم في time الساعة 12 في الpressure head دي كانت بنجد في 53 بار فعلا نجرب كده عند ال times اللي هنيجي نقلم فيها 12 الpressure head ده tell زي ما هو لان انت مغيرتش حاجة في ال head طيب ايه اللي بيحصل في الجزء ده تعالى هنا المصورة الكبيرة دي اما نيجي نبص عليها هنا بتلاقي ال head loss اللي خارجة منها شايف قديه كايفين الرقم ده شباب اه ربعمائة خمسة وتلاتين انت انت بتقسر losses كبيرة قوي فهي دي المين بايب بتاعتك فلانا اقولت خلاص انا المصورة اللي خارجة دي تعالى ميعم من اول هنا هسيب بتاعة التانك زي ما هي المية وعشرة مش هكبرها مش تفرق معايا ويمكن ان ال head loss بتاعها كبير بس خلينا نبدأ من اول البامب هعليها بس شوية بدل اللي هي المية وعشرة ممكن نروح للمية وستين خلينا يعني خلينا هستعمل على طول الارقام دي عشان ما نروح ما نروح لده بس دايما انتو هتشتغلوا على انهي هتشتغلوا على الجدول ده هتلاقي زي ما يعني مش عارف انك كل تكلمنا فزي بكده ولا لأ هم حاجة اسمها bn10 وبn16 ايه الارقام دي اللي هي الpressure اللي هي تقدر تستحمله فدي بتستحمل لحد 10 بار ودي بتستحمل لحد 16 بار لو اريد في الكود هتلاقي انه بيقولك ان هي المواصيل اللي انت بتعطاه في الشبكة لازم تشيل على الاقل من مرة المرة ونص الايه قيم التشغيل اه بتاعتها فدايما هتلاقينا بنروح للايه للكاتجري بتاعت البلاستيك اللي هي bn16 دايما موظمنا ايها تلاقي بتاعتها طيب دي عما انا على الديامتر ده انا هحط رقم على طول اكبره شوية وخليوا عليكم المتين المصورة دي خليها المتين بتاعتك بمين هي دي المين بور بتاعي طيب ممكن اواريكو كان كان حاجة تانية كنا بنتكلم فيها اه الكيو دي خلي ده الفلول ماكسيموم برضو ماكسيموم ابسليوت هو ده اللي هو بيشتغل فيه هو كان طالع من الاول هنا مئة وتلاتين كان نصوب المصورة دي هو طبعا عشان مش تحطت اي جنكشن فيها فكان نصيب المصورة دي مئة وتمس وعشرين فلو انا كبرتها ايه اللي هيحصل عند التايم اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الاثناشر ميشو كده دي المين نفس المئة وتلاتين هنا دي بقى اللي خارج نفس برضو القيمة بتاعته طيب مع مختلاف الديامتر ساعات لما بتغير الديامتر بتجبر الفلول ان هو تسحابه بقيمة بقيمة اكبر شوية اه المهم ان الهيدلوس اللي عندي هنا بقى كام ثلاثة وعشرين متر على حد ما الدنيا زبطت شويتين ثلاثة فاصبح ان البروشور هنا بدل ما كان الاول بنجت في رقم جبار جدا بقى استيل ايه لسه نجت في اه بس قيمة اصغر شوية قالينا برضو نتأكد هنا عنده من اللي هو احطتها في واحدة حتطلها اللي هو احطتها انو مش عارف هل هي فعلا صفر ولا لا بقى ولا هي سقطت منه يعني بس لو جينا نبص الاليفيجن ده ده حداشر وتسعة الاليفيجن ده تباتاشر وتلاتة فاعتقد الليفل ده لقى هو سقط منه يعني ما ما حطوش يا رأيت فين? اه اوكي دي دي حداشر تسعة دي اتناشر اوكي فيه اتنين اصلا فوق بعض اتنين فوق بعض اين دي? اماشي هو تلاقيه اعطها بس صغير راجل ما اخدش باله يعني دي كانت شايلة مية وسبعة اتاشر اه نتيجة التقسيمة بتاعتها مية وسبعة اتاشر احنا فرضا يعني انا عايزين نحافظ على ده المية وسبعة اتاشر واحد تسعة اربعة في الاتنين ليش قوي رازم الكسور يعني بسمع لينا اتنين اربعة وتلاتين واربعة انا اشيل دي خالص سوري ده تلاتة مرتبطة بيها ما الملك طيب ممكن اعمل حاجة حلو جدا كده ونقول له ايه اه لا انا عايز اه انا عايز اكتحافظ لي على او تلاتة هي اللي هو مرش اتلاهم كلهم بعملهم حاجة واحدة الديماندوت هنا اغير بعدها خلي الرقم اللي هو بتاع اللي احنا طلعناه مائتين اربعة وتلاتين وليكم بوينت اربعة ايه الناس اعمل عملت اين هو كان حطت اتنين هنا يعني بتخدم حاجتين بس اه تجون فوق بعض وواحدة فيهم كانت واخدة ليبل زيرو فاخدرتك عملت لهم مرش وقدتهم دبل الديماند اه ودبل نفس الديماند باعتبار انه كان عامل حساب وان هي عليه يعني بس اشكف ده لانه في الغالب اخذ عدد الديماند واسمهم يعني على الديماند فده مش صح قوي يعني طيب كم علينا على اللي هنا خلاص مفيش ليبل اه صفر تاني ممكن نشيل دي طيب ايه اللي انا كنت عايزة بص عليه اه كنا عايزين نبص هنا هنا برضو المصورة اللي هترجى دي اه الهيدلوس بتاعها دي صغير مع ان الكيوب بتاعتنا مية وتلاتين وواغدة تقام ترمتين المصورة دي تقام الترمتين بس الهيدلوس بتاعها كبير جدا ميتلوس بتاعها ثلاثة عشرين متر بس ده يعني طض منه في الاول بس لما اتفكر كده بالعقل واحدة واحدة المصورة دي طولها كام سعمائة متر فلو جينا نشوف حتى الجراف بتاعها بتاع الهيدروليك جريديينت الهيدلوس مش عالي قوي هو بس عالي الحتة دي فيما عكس ذلك من السلوب كبير شوية دي الحتة مش فاكرا كان عندي فيكو سألني عليها في الكود ان هو بيقولك يعني في الخطوط النقلة ان الهيدلوس جريديينت بتاعك من بوينت وان لبوينت تو او من بوينت او وان من واحدة واحد ونصف في المية حاجة كده يعني فهو رقم بس عنده هنا ده تطلع ستة في المية فهو كبير نسبيا يعني فبالتالي الهيدلوس ده بحتاج يكبر كمان عن كده فلو انا هكبر ديمتز ده وخليه متين وخمسين فاصبع عني يخلي ده برضو كام متين وخمسين ان الفيدر بتاعه الاساسي يبقى هو كبير تعالى كده نرن تعالى عند التايم اتناشر انا عندي المصورة دي اصبع الهيدلوس بتاعه كام بص بس مجرد اختلاف ان انا اه غيرت الكتر كبارته شوية خمسين ميلي بدل ما كانت تلاتة وعشرين بقى كام اتنين متر وشوية فمربوح يعني ان انا اخليها بقطر اكبر بس خمسين ميلي مقابل بس ان انا اه اجين اللوصص دي او اجين الانرجي دي كلها اللوصص اللي كانت عندي هنا برضو بس قمته قلت بشكل كبير اه فتلاقي بان في بعض المصير فيما بعد ذلك اللوصص بتاعتها كبيرة شوية يعني اللوصص ده واحد وعشرين متر اللوصص هنا بيخسر سبع متر فانت على طول المصار ده اللوصص بتاعتك مالها اعمالها تقل بشكل كبير زيت في الاخر ان الكيو اللي ماشي هنا اللي انت محمل المصورة دي استيل شايلة كيو كبير من الصغير السرعة هنا كانت الاول ضربة خالص واحدة واحدة بدأت تزبط اللوصص الاصفر بتاعه ده معنى انه وسط الاقل من اتنين انا عناية بوزت من لون ده واحدة واحدة بوينت تونين اه فاهمين يا شباب انا بعمل ايه؟ انا بس بمشي كده ورق مشكلة مشكلة ايه الحاجة اللي ضربت عندي فمحتاج انها انا عالجة فليت والله ان انا الاقتار دي هي صغيرة جدا على الفلول اللي هي شايلة فبالتالي محتاج بس ان انا ايه اكبرها شوية عشان بس اقدر ان انا ايه اكسب اللصص بتاعتي ما اخسرهاش فانا عندي الجنكشن دي اتنين خصوصا مثلا ان هو هنا هو مستعمل اه بامب هيد اربعين مش اه مش مش مكبرها يعني فانحاول ان احنا نعمل ايه؟ على ده خلينا هذا اكبر الاختار دي وليكن دي خلاص مش اخليها دي خليها وليكن ال160 تعال ان ايه؟ نجرب ده طيب نرى لنا عندي هناك في الوقت اللي كان فيه مشكلة بص كل المواصير دي كانت سرعتها اكبر بدأت الدنيا فيها تزبط شوية هنا بدأ يبقى بوستف بدأ يبقى تنين بار وشوية طيب نيجي بقى ليه الحاجة تانية كنا نكلمني فيها يمكن زمان خالص ان انا عندي ممكن يعني انا مش عارف صراحة ليه شكل ده تعمل في حين ان انا لو عديت هنا الحياة تختلف كتير يعني انا الجنجشن دي عندي البرشور بتاعها اتنين ونص الجنجشن دي البرشور بتاعها نيجيتف اتناشر بمجرد بس ان انا احط جنجشن هنا واخد وان انا بس اوصلها بالمصورة دي برضا ان هو عايز يحافظ على نفس الجزء بتاعه ده وانا اخلي دي القطر بتاعها مية وستين دي اللي احنا كنا بنسميها ان انت كأنك بتعمل البراليل لوب يعني اللي هي عشان تقدر تشتغل بشكل كويس فتعالك كده ايه نرن على ده انا عندي في التايم اللي كان اتناشر البرشور هنا وصل لي البرشور ده بدأ يبقى بوسطف كان الاول نيجيتف اصلا فتلاقي واحدة واحدة ان انت ممكن عن طريق تدعمات ببعض المواصير بتلاقي الشبكة الاتتيوت بتاعها اختلف تماما عن الجزء اللي انت عامل الناس فعملين انا فعمل ايه؟ فشمان اسمع ليش شوو احنا الهيدلوس ان احنا نقول عليه قولي ولمشي اوه رجل اوه بيقول لحضرتك الهيدلوس ان احنا نقول عليه كبير او صغير يعني هو كالديزاين كريتيريا في الكود بيتكلم عن الهيدلوس كريديم كرقم